من جانبه قال وزير المالي أحمد كوجوك أنه تم تقليل الأعباء الضريبية على المشروعات التي تبلغ قيمتها أقل من 15 مليون جنيها موضحا أنه بات هناك نص صريح في القانون أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة بدنا حل كامل سواء للنزاعات المبنية على تقديرات جزافية أو النزاعات المبنية حتى على تقدير حصل فيه طوافق ما بين الطرفين لكن كان مشكلة كبيرة زي أنه ما يبقاش عليه غرامات أو أي أعباء أخرى وأوجدنا حاجة مهمة في القانون أنه حطينا نص صريح بيقول أنه الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة وبالتالي حافظ علينا إحنا كمصلحة أنه نجري بسرعة ونخلص الملفات والفحص وبرضه ما بقاش فيه أي عبء كبير على الممول أنه نطول فترات وترقم عليه غرامات في المستقبل يعني دي مجموعة من الأمور اللي قمنا بيها ودي أم ملامحها آخر حاجة هو القانون كان برضه هام جداً كان فيه غرامات موجودة سابق لكل من يعني كان فيه طبعاً إحنا دايماً عيننا على المواد الملتزم وطبعاً عادينا نسهل على اللي بيحاول يلتزم ويخش معنا في المنظومة فكان فيه بعض الغرامات على بعض الأمور اللي مثلاً لو حد مقدمش إكراره في معايده لو حد تأخر لو حد مقدمش الإكرار لو فيه مستنائيات مش مضبوطة بس كان مشكلة إن الغرامات ما بتفرقش ما بين العقوبات أو درجة العقوبة فإحنا عملنا هنا تدرج بحيث إن الغرامة تبقى مناسبة فكان المشكلة في الماضي إنه لما بيبقى فيه لجنة عيناء منازعات أو حتى تروح التقاضي كان القاضي أو رئيس لجنة عيناء منازعات ما عندوش مساحة يتحرك فيها غير رقم محدد إحنا عملنا هنا تدرج وسهلنا الأمور على الناس ترجمة نانسي قنقر